تعالوا نضبطوا إياكم أسرع بيتزا وما تأخذوا وقت تابع الطريقة وعلى خباز تارشيا أمورك سهلة وسريعة ونزل لك خبز الترتلة وصوف لك شرائح من جبن الشدر ولحفهم بخبز الترتلة وخذ لك صوص بيتزا جاهز عشان يسهل عليك المهمة ورشة من لجبان المكس وخذ لك بورتدلة محشية بالزيتون وشوف لك شوب طماطق قطع شرائح مدور ورشة من الفلفل الرومي والبيتزا ما تحلى غير لما تغرقها جبن على النخير وعلى خباز تارشيا لمدة خمس دقائق أمورك محلولة ومقضية وعطها الأمسة إيطالية برشة من الأوريقانا وكذا تنتهي أسهل بيتزا للسهرانين وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها وادعوا لي تعالوا نضبطوا إياكم أحلفول بطريقة عجيبة وغريبة تعالوا بطريقة وفي البداية الزين ما يكمل غير بزيت زيتون الوالي وضيف البهارات الصحيحة شوية كمون وكزبرة وحمسهم لحد ما تطلع الريحة والفول ما يصلح بلي ثوم وبصل والطماط شيء أساسي ونبغيت الموضوع سبايسي عليك بالفلفل اللخضر وضرف واحد من معجون الطماط من الوالي عشان الطعم يطلع دمار ورشة من البهارات المشكلة وشوية ملح ومالك غير فول أم محمد ترتيب منزلي وفرش مية بالمية خلك مركز على الفعاليات قفشتين من الروب والفول حلاتها بالطحينية ورشة من الكزبرة وقلبهم شوي يمين على الشمال وإحنا تبدأ القصة مكس أجبان شدر ومنزرين لو قشقوان وزيدها بالطحينية وغرقها بزيت الزيتون وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها ودعو لي تستحق التجربة وجرب مكس الأجبان وما تندم